بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم احبائي في هذا الفيديو اللي حنكلم فيه على احد مواقع الذكية الاصطناعية المتخصصة في عمل باوربوينت من خلال عنوان يعني انت بتدخل عنوان ثم بتدخل اه اهم النقاط التي يجب ان يتضمنها الباوربوينت يعني بتقول انت عايز الباوربوينت بتاعتك دي بقى فيها ايه وبناء عليه بيعمل لك الباوربوينت بيزنتيشن احنا كنا شوفنا مواقع قبل كده لكن كان فيه عيب ببعض هذه المواقع اولا فكرة ان انت ما بتيجي تنزل الباوربوينت في النهاية بعضهم ما بيسمح لكش بالتنزيل الا لو اشترك البعض الاخر زي جاما اي 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 اب كان جميل جدا جاما لكن كان عيبه ان بيحط لك ووتر مارك او بعدش بيقول لك ان الموقع ده هوت او ان ده باوربوينت تم عملها باستخدام جاما اي 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 الحاجة التالتة برضو المهمة جدا وكانت عيب في موقت جدا من الواقع او تحديد عدد السلايدز بخمسة بستة بعشرة يعني كان بيحددها غالبا طبعا كان لهم بيحددوك بخمسة فقط لكن موقعنا النهاردة اولا هو موقع مجاني تماما موقع مجاني تماما بدليل ان احنا مش هنشوف في هذا الموقع فكرة انك تدفع او ما تدفعش وكلام زي ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة استخدام جيميل منتعة البساطة بيدخلك بشكل سائل زي ما قلت انك انت ممكن تدخل من خلال الجيميل مجرد ما بتدخل طبعا خلينا طبعا بقولك get started ممكن تبدأ من هنا وهنا بتقول enter your presentation title ايه عنوان البرزنتيشن وطبعا حييجي في زينانة هل هو بيدعم اللغة العربية ولا لا خلينا نتكلم نجرب اللغة العربية انا وانا عايز اتكلم على صعوبات التعلم اه او صعوبات تعلم القراءة والكتابة صعوبات تعلم اه القراءة اه والكتابة مثلا يعني لو انا متم او بصعوبات التعلم بشكل عام بدون تحديد نوحة اه تعلم قراءة والكتابة وقول له get started بياخدني على الصفحة دي بيقول لي what is the topic of your انت موضوعك حوالين ايه ممكن اقول له الله يا موضوع حوالين صعوبات التعلم انوحها انوحها والعوامل العوامل المؤثرة فيها والمؤشرات الدلة دلة على صعوبات التعلم مثلا انا متمب كده طب ايه بقى يعني الحاجات المهمة اللي ممكن انت عايزها تكون موجودة في البرزنتيشن اكيد انا عايز في البرزنتيشن مقدمة اكيد انا عايز في البرزنتيشن انواع صعوبات او تعريفات خلينا اقول تعريفات صعوبات التعلم تمام خلينا بس كده عشان خاطر صعوبات التعلم كمان انا اكيد ان انا عايز اعرف انواع انواع صعوبات التعلم برضو هنا بقى بيسمح لك تضيف نفترض كمان انا عايز كمان اشوف المؤشرات الدلة على صعوبات التعلم عايز كمان اعرف ايه الفرق بين صعوبات صعوبات التعلم صعوبات التعلم والتوحد عايز اشوف مثلا الفروق الجنسية عايز الفروق بين خلينا برضو كده الفروق بين الجنسين في صعوبات التعلم لو انا عايز برضو اكون كده معدل انتشار او معدلات انتشار صعوبات التعلم بكتب تفاصيل اكيد انا في الاخر برضو عايز خاتمة عايز خاتمة اه للموضوع بعد ما بكتب الكلام ده اهوقت كده بنزل تحت بيقول لي السياق اللي انت عايز تكتبه يعني اه الاستراتيجية اللي انت عايز تقدم بيها اه البرودكت بتاعك يعني اه فممكن طبعا هنا لو انا رحت عند علامة الاستفام دي اه اه ذا موري بقولك كل ما بتقدم تفاصيل اكتر حاوليني السياق كل ما بتكون اه المقالة بتاعتك او البريزنتيشن بتاعتك بتكون اكسر اكسر دقة بيقولك خليك يعني بحريتك خالص ممكن تعمل نسخ ولسخ يعني حاوليني الموضوع فبيقولك مثلا انك انت ممكن تتكلم على ايه الحاجات انشور انك انت تقدم يعني سياق مناسب زي مثلا التونز او الستايل او سبيسيفاي ان التونز تعلوه حاجة بروفيشنال حاجة اكاديميكس تمام انك انت كمان تحدد الكونتينت الشد يعني اللي يجب ان يكون موضوعك وانك انت يعني توضح بالطريقة يعني او تصدر بالطريقة واضحة ايه المعلومات او ايه البيانات اللي انت عايز تقدمها خلينا نقول له مثلا انهوت كده استخدم مثلا الاسلوب الاكاديمي الاحترافي في عرض اه اه الشرائح مثلا يعني اه الموجهة لطلاب الدراسات العليا مثلا حبينا نكتب حاجات كده اقول له جنريك ونيجي بقى احنا انهوت طبعا لاحظوا اشارة الخطأ اللي كان موجود لان لما كتبت باللغة العربية تحت نقط في الجزء ده ما فهمش انا عايز ده فانا مساحة اللي انا كنت كتبته حكاية انك انت تكتب بطريقة احترافية او تكتب حاجة اكاديمية لطلاب ده اسلطوليا ما اقدرش يفهمها زي ما انا شايفين شكل الشراح بس انا بحاسة زي ما قلت دايما ان دايما لما تبقى الشراح باللغة العربية بتبقى كمية المعلومات فيها اه يعني احنا لو قعدنا نفس دي باستخدام اللغة الانجليزية اه التيالة هتبقى هتبقى فيها حاجات معلومات افضل يعني ممكن اقول له كده ايه انا عايز اشوف ديسليكسيا خلينا ارجع تاني بكتب بس كده نجرب نفس الموضوع ديسليكسيا ااا يعني اا ديسليكسيا عايز نشوف ايه انواع ديسليكسيا او زبوت يعني شو انت عايز سمي بتاعتك ايه كلي نقول له كده عايز حطني برضو بيقول لي ااا يعني هقول له والله انا عايز الديسليكسيا او عناصرها او او الحاجات اللي ممكن انها تقشر عليها. هيقول لي طبعا هقول له برضو نفس الكلام عايز وعايز كمان الديسليكسيا. خلينا احنا اقول بقى type of machine. خلينا نشوف اه. وعندنا كمان احنا قلنا كنا عايزين برضو بالاضافة الى gender gender and dyslexia. عشان برضو هنضيف حوالين احنا عايزين كنا نشوف اه يعني معدل الانتشار للديسليكسيا. كمان عايزين نشوف مسلا عايزين نشوف كمان اه خلاف السيمتومز اه سيمتومز. اللي هي او ديسليكسيا. وعايزين كمان نشوف الاسباب. اسباب الديسليكسيا. لصعوبات تعلم القراءة صورة خاصة. وكمان عايزين كونكلوجين. كونكلوجين. وممكن بعد كده بقى اي يعني نكتب ان هو يعني يوذ. اه ان تيكست. سيتيشن. تو. اه يعني سبورت. زافات. ان ذا بريزينتيشن. قولي كده يعني لو تقدر تستخدم لي بعض المراجع اللي ممكن تستخدم. اه. ان تيوز كمان اكاديميك اكاديميك. او اه. 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 يعني كمان استخدم لي كده حاجة تعبر عن الجانب اه. 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 نشوف برضو قال حيدي نفس الخطأ اللي عطاهولنا لما جينا. لحظوا ان ما عطاش نفس الخطأ. ما عطاش نفس الخطأ اللي موجود في المرة الاولينية. بده اقول لي الديسليكسيا هي. والتيب اوف ديسليكسيا بتاعتك بهذا. بهذا الشكل. طبعا اه. يعني ما كملش الموضوع. احتمال طبعا اكون. يعني كون النسخة او الاصدار او الاستخدامات خلصت. لكن زي غالينا بس اوري ازاي ان احنا بقى ممكن نقوله داونلود ديسليكس. اه. زي ما شافين بيديني باور بوينت بريزينتيشنز. اه. معمولة بالاي. فده برضو لان بعض الناس بيبقى عندها اه. مطلوب منها انها تعمل. طبعا لو انت وقفت ينور بقى انت في الباور بوينت وما فيش حد يعطيك اي اه سيمز او اي حاجة حددخل بقى انت السيمز بتاعتك بالطريقة اللي انت عايزها. تروح بقى عند اه. عند الديزاينز عن تعمل اللي انت عايزه مجرد ضغطة كده بتتحول الباور بوينت بزينتيشن بهذا الشكل. برضو اتمنى يكون الفيديو ده افاد بعض الناس طبعا اه انا زي ما قلت لو انا عايز اضيف تاني هنا ممكن اضيف وقوله ريجين ريت مرة تانية اه اعمل لي كده اه يعني اه تفاصيل اكتر شوف هنا بدأ يكتب لي اه دي سيمتومز او ديسليكسيا زي ما قلت انت عايز تضيف وتقوله ريجين ريت مرة تالتة كل الكلام ده هو موجود وكل الكلام ده هو وارد يعني لو عايز اقوله والله اضيف هنا مثلا تمام وامجي ارجع مرة تانية اقوله ريجين ريت وحاشوف هنا بدأ يكتب لي ديسليكسيا تايب او ديسليكسيا جيندر اندي ديسليكسيا ريفلانس او دي سيمتومز كونكولوجينز لو انا وارد عايز اضيف حاجة تانية اقوله مثلا اديني كده الريفرانس لو في عندك ريفرانس مراجع وامجي اقوله ريجين ريت كل الكلام ده هو كل الكلام ده ممكن زي ما حابقتم شايفين اضاف لي الريفرانس الموضوع بالاضافة للكونكولوجينز اضافة للسيمتوم ديسليكسيا بريفلانس او ديسليكسيا جيندر او ديسليكسيا شايفين حجم الشراحة ديه وممكن ازود تاني لو انا عايز حط حاجة ينوت او عايز اعمل اي حاجة طبعا ممكن الكلام ده كله قابل للتعديل بعدين في الاخر بيقدمني باوربوينت بريزنتيشن رائعة للموضوع اعمل لها فورمات بقى بالله انا عايزة اتمنى برضو يكون الفيديو ده افاتح حضراتكم دايما في نهاية اي فيديو ولك عجبك الفيديو اعمل له لايك تعرف حد لاستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال قوة تنستعمل السبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته